اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة التصميم التجاري على برنامج وورد في هذه المحاضرة رح نشرح جزء مهم جدا بالهوية التجارية ومطلوب جدا بأعمال التصميم لهو منيو الطعام جيد في البداية غالبا ما يكون منيو الطعام على حجم A4 ورح نعمل الحجم A4 ونتأكد من ضبط المقاس انه يكون A4 طبعا من تصميم او من تخطيط او تخطيط الصبحة من الحجم نتأكد انه المقاس A4 ممتاز الآن رح ندرج الBackground الخلفية من ادراج صورة طبعا هذه هي الصورة الBackground رح اضغط عليها Click Amen اتفاف النص ورح اخليها خلف النص باعتبار انه رح تكون خلفية Background وطبعا رح اكبر حجمها تكون بهذا المقدار طبعا رح اضغط اكليك هنا بالمنطقة الآن رح ادرج صورة طبعا هذه الصورة اللي هي رح تكون بمثابة الهوية لهذا المنيو ويعني انا مثلا مطعم كينتاكي تكون صورة كينتاكي مطعم مشويات صورة لمشويات وهكذا طبعا اضغط هنا بالفراغ اتأكد انه هذا الصورة ما محددة هنا بالفراغ وطبعا من ادراج هو صورة وطبعا اضيف هذه الصورة اضغط عليها Click Amen التفاف الناس وامام الناس طبعا رح نخليها نضغط Shift وراح تكون بهذه المنطقة ممتاز في هذه المنطقة رح اكتب قائمة الطعام واسم المطعم من ادراج مربع نص طبعا اضغط هنا نكليك باليسار مربع نص رسم مربع نص طبعا هذا مربع النص نضاف بالأعلى وطبعا هذا مربع النص رح نكتب هنا قائمة طبعا نغير عربي قائمة الطعام او يعني تكتبوهم بالانجليزي منيو لا بس طبعا الحجم ممكن فينا سبعين وراح اختار فونت مثلا الجزيرة بولد وطبعا من تنسيق رح ألغي التعبئة بلا تعبئة وبلا مخطط تفصيلي وطبعا رح يكون باللون الأبيض هذه هي الطريقة ممتاز رح استنسخ هذا الشكل طبعا اضغط على Control واسحب وراح اكتب مثلا مطعم خيرات بلادي اسم عشوائلة على التعين وراح يكون طبعا regular دائما نحرص انه العناوين ما تكون كلها نفس السمك فضل انه تكون مختلفة بالاسماك وطبعا رح يكون لون أصفر اختار اللون الأصفر جميل ممتاز الان رح اضيف القوائم وراح يتقسم الى مثلا اربعة اقسام طبعا هنا قائمة المشويات او الاطباق الرئيسية الاطباق الثانوية مثلا ممكن المقبلات السندويج مثلا وممكن العصائر طبعا رح اصنع قالب لكل جزء وراح نكرره في بقية الاجزاء رح اضيف طبعا مربع بهذه المنطقة يعني بحيث انه نقسم الصفحة بحيث تكفي لأربعة مثلا هذا القياس مناسب جدا جيد من تعبئة الشكل رح يكون بلا تعبئة ومن مخطط تفصيلي رح نختار اللون الأصفر وراح نزيد بالمخطط مثلا ممكن يكون بهذا المقاس الان من ادراج شكل رح نضيف جزء العنوان هذه هي المنطقة وطبعا رح نختار نفس المخطط ونفس اللون للتعبئة جيد اذا لاحظوا انه اصبح عندنا بهذا الشكل طبعا هذا الجزء هنا بالأعلى رح نكتب هنا المشويات رح نغير عربي المشويات وراح نختار font مثلا رح اختار bold وراح نكبر الحجم ولون الخط رح يكون اسود طبعا اذا لاحظ انه النص بعيد بالأعلى رح اضغط على هذا الجزء المستطيل click a man عليه وتنسيق الشكل بهذه الطريقة طبعا اجي الى خط او ممكن اجي هنا الى مربع نص يعني طبعا اجي الى فقرة مربع نص والهوامش رح اصفرها كلها رح تصفر من جميع الاطراف ممتاز الان اصبح بالمنتصف رح اخلي انه يكون باليمين اجمل طبعا فقط رح اخلي شوي يعني يكون بهامش يميني بهذه الطريقة ممتاز الان رح اضيف مربع نص اخر طبعا بامكان انه هذا مربع نص بامكان انه اضيف مربع نص جديد رسم مربع نص بهذه الطريقة طبعا رح يكون هذا المربع لأسماء الاكلات وايضا من تعبئة الشكل بلا تعبئة مخطط تفصيلي بلا مخطط تفصيلي ومن الصفحة الرئيسية اللون يكون ابيض وطبعا ننتبه انه الاتجاه الصفحة الى اليمين ورح نختار فونت مثلا بولد الجزيرة بولد ورح نختار حجم مثلا 13 او 14 رح نكتب مثلا كباب لحم مثلا وكباب تجاج ومثلا مشكل مشاوي بهذه الطريقة طبعا لا بأس انه نكبر الحجم 16 ونقلل الارتفاع يعني من خيارات تباعد الاسطر طبعا نختار هنا متعدد ومثلا يكون 0.8 0.8 وموافق ممتاز لان رح استنسخ هذا طبعا اضغط shift حتى يكون بنفس المقدار وراح اغير الاسعار مثلا هنا عشرة خلي فارز الا بأس واحد مين ثلاثة عشرة آلاف واكتب هنا دا عين دينار عراقي هنا مثلا 8 ايضا دا عين دينار عراقي وانا مثلا معيش بهذه هي الطريقة طبعا لا بأس انه نغير لون الاسعار نجرب نشوف ايضا جميل الآن هذه الاشياء كلها رح نحددها ونسويها بغروب يعني اضغط shift واحدد هذا الجزء ومن ثم احدد الاطار طبعا انا ضغط على shift طبعا انتبه مو هذا الاطار الخلفي هذا الاطار واضغط هذا الجزء الآن هذه الاجزاء كلها تحددت اضغط عليها click amen او اروح على تنسيق وطبعا هنا انا اجي الى تجميع تجميع اصبح كلها بجموعة وحدة طبعا راح استنسخها اضغط على المفتاح shift وراح اكتب هنا السندويشات او ممكن اكتب الاطباق الخفيفة او سريع او سريع مثلا اهنانا سندويش مثلا قص لحم اهنانا سريع او السورة او سندويش مثلا لا على التعين الأسعار هنا ممكن 2500 طبعا ممكن يعني نضغط 2500 لا بأس ولا بأس أيضا يعني نخلي هنا الفوارز ونكتب طبعا دينار إراقي هنا تكون 2000 طبعا لا بأس إنه هنا تكون الفارزة بهذا الشكل وطبعا نكتب دينار عراقي ونحن هنا مثلا 1000 وطبعا نزحف هذه الأرقام إلى اليسار بهذه الطريقة طبعا ممكن هذه الأخطاء عند التصدير ما راح تبين يعني هاي الرموز يعني الكلمات معربية فما راح تبين طبيعي جدا جيد طبعا راح أكمل الأجزاء اللي بالأسفل وراح يكون طبعا بدون تسجيل حتى لا يكون حجم الفيديو كبير وراح نرجع لكم إن شاء الله جيد الآن بعد ما أكملنا النصوص الآن راح نضيف السوشال ميديا بهذه المنطقة طبعا من إدراج صورة هذه هي السوشال ميديا تكون بهذه المنطقة طبعا ممكن كليك أيمن والتفاف الناس وأمام الناس وطبعا راح تكون بهذه المنطقة سوشال ميديا وطبعا هذا الناس راح استنسخه هنا طبعا راح يكون بلون أبيض ممتاز جدا ممكن نصغر النص يكون أجمل وأيضا لا أبعث أن يكون الحجم 14 أو 16 طبعا نكملنا هذا المنيو بإمكاننا أن نحفظه على بيدي اف أو نطبعه على برنامج وورد بشكل مباشر طبعا الأفضل نحفظ بيدي اف من ملف وحفظ باسم أختار الملف مثلا هذا الملف وبهذه المنطقة راح أختار بيدي اف وراح أكتب مثلا منيو أو قائمة طعام ومن ثم أحفظ جيد الآن راح أحفظ الملف الأصلي ممتاز راح أجي هنا طبعا هذه المرفقات راح يتم ارفاقها لكم مع هذه المحاضرة عندنا هنا منيو الطعام وطبعا عندنا هنا قائمة الطعام ملف بيدي اف عالي جودة بإمكاننا أنه تقدر إلى المطبعة وطبعا نطبع بكل سهولة ويسر نتمنى أن تكون هذه المحاضرة سهلة وبسيطة نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى ترجمة نانسي قنقر